حاجة مهمة جداً عايزة أقولها البيان اللي صدر عن قناة تن خلاص مجموعة قنوات تن كمان عتقفل طب كده عندنا مجموعة ON ومجموعة تن قناة تن عصدروا بيان تعلن إدارة قناة تن عن توقفها عن البس بنهاية شهر ديسمبر 2019 لأسباب تمويلية وإعلانية بحتة يأتي هذا القرار الصعب انطلاقاً من حرص القناة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه موظفيها وتعاقداتها التشغيلية واستباقاً لأي صعوبات مالية تواجهها القناة في المستقبل نتيجة ضعف الإعلانات على شاشة القناة عملت قناة تن منذ تأسيسها في العام 2017 في إصلاح في مناخ إعلامي إيجابي منحها هامشاً واسعاً من الحرية التحريرية والفنية وساعدها على تقديم مختلف وجهات النظر في مختلف القضايا التي تهم المشاهد المصري والعربي على حد السواء وتود إدارة القناة أن تستغل هذه الفرصة للتأكيد على اعتزازها الكبير بكافة العاملين فيها الذين أظهروا كفاءة عالية في كافة المهام والمسؤوليات التي ألقيت على عاتقهم وحرصهم الشديد على الالتزام بكافة حقوق الملكية الفكرية والأدبية في كافة الإنتاجات القناة وإظهارهم مستوى مهني عالي في هذا الشأن وتعتزل قناة تن من كافة مشاهديها في مصر والعالم العربي ومن متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي على هذا القرار الإضراري ده إعلان مؤسف للأسف الشديد غلق قناة تن طبعا برسل تحية إنسانية وفي نفس الوقت مساندة كبيرة جدا لصديقي العزيز الدكتور نشأة الديهي وأقول له وإن شاء الله بإذن الله أزمة وتعدي ولكل أصدقاء الأعزاء في قناة تن يا دكتور نشأة يعني أنت كنت صانع لحالة جميلة ولون مختلف وتكشو سياسي بيتحدث بإخلاص عن هذا الوطن أحييك على ما قدمته خلال فترة عملك في تن وإن شاء الله بإذن الله ربنا يعقد لك الخير فيما هو قادم ونواسق أن ربنا شير لك الأفضل ولكل زملاء العاملين في قناة تن هكذا الدنيا يوم لك ويوم عليك من سره زمن سأته أزمانه ومن سأه زمن سرته أزمانه هي الدنيا يعني هكذا الحال كمان عايزة أقول كلمة لكل زملائي وأصدقائي اللي عارفهم واللي معارفهمش في قناة أون سبورت أو مجموعة قنوات أون اللي عتقفل بنهاية الشهر ربنا معاكم إن شاء الله وربنا يجعل لكم نصيب في أون تايم الجديدة وإن شاء الله بإذن الله تتواجدوا ويكون الخسائر في الشغل اللي كثير منكم في أضيق الحدود أنا بزعل جدا 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 لما بيت بيتقفل ولكن هي سنة الحياة نحن نعيش مرحلة صعبة في الإعلام المصري ولابد أن نكيف نفسنا عليها وأن لا ننتظر أن نقعد نشكي ونتشاكى ولكن لابد أن نفكر بر السندوق ونعمل حاجة علشان خاطر مستقبالنا وأولدنا وبلدنا فكل التحية والمساندة للإخوة في تن والإخوة في أون وإن شاء الله القادم أفضل اشتركوا في القناة